طيب كمان النهاردة والدة الراحل محمد عبدالوهاب لعب النادي الاهل السابق عربت عن سعادتها بزيارة الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة بالنادي وكان معها ثلاثة من لعب الفريق محمد الشناوي أكيد كابتن الفريق سعد سمير وأيمن أشرف كمان والدة محمد عبدالوهاب الله يرحمه وقالت أن زيارة عبدالحفيز ولعب النادي الاهل كانت غالية جدا بتأكد على العبارة الشهيرة أن النادي الاهل فعلا لا ينسى أبنائه وكمان بيّنت ان تلقت العديد من الاتصالات الهدفية من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي خلال الفترة اللي فاتت بيتطمّن على أسرة محمد عبدالوهاب والتأكيد دايما النادي الأهلي عمره ما نسى واحد من ولاده وكمان محمد عبدالوهاب من الولاد الأوفياء لعيب على مستوى عالي جدا ربنا يرحمه على المستوى الفني وعلى المستوى الأخلاق كمان أضافت والدة محمد عبدالوهاب الاتصالات الكابتن محمود الخطيب أسعدتني جدا جدا وأشعرتني وساعدت بيها جدا وحسيت بمدى الفخر والانتماء إلى النادي الأهلي العريق اللي بيقرم أبنائه وما بينسهمش مهما مرت السنوات كمان قالت كل الشكر أيضا للكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة بالنادي الأهلي اللي اعتبره محمد عبدالوهاب الله يرحمه كان بيعتبره أخ كبير طبعا لأبنائه يعني أشقاء محمد الله يرحمه وكمان وضحت أن الزيارة دي زيارة فريق الكورة طبعا على رأسهم أسعد عبدالحفيز وثلاثة من كباتن الفرقة كانت فرصة كبيرة جدا لكمان تقديم التهنئة ليهم بطبعا السلاسية التاريخية اللي فيها النادي الأهلي ودايما بقول هي دي ملامح وهو دي أخلاقيات النادي الأهلي النادي الأهلي عمره ما بينسى أو أبنائه المخلصين ودايما على تواصل حتى والدة محمد الله يرحمه كان دايما بتقول أن مش بس في ذكرى محمد عبدالوهاد الناس بتفتكروا لا طول السنة اللعيبة بتفتكروا بتطمن عليها والصورة اللي قدامنا داية كمان صورة رائعة دي طبعا زيارة طبعا كباتن الفريق سعد سمير وأيمن أشرف ومحمد الشناوي وكابتن سعد عبدالحفيز مع والدة الله يرحمه محمد عبدالوهاب صورة بتوضح وبتبين أولا دا النادي الأهلي اللي عمره ما تنسى أولاده ودايما على تواصل مستمر معهم هي أكيد عايشة في لحظات صعبة جدا طبعا وأكيد عمرها ما بتنسى وأكيد بتدعيله واحنا كمان كلنا بندعيل محمد اللي توفى في 2006 يعني كان طبعا موت مفاجئ وأربك وأحزن كل الناس الحقيقة كل الجماهير بمختلف انتمقتها ربنا يرحمه يا رب أكيد بتعيش كمان يمكن قالت إن هي قالت حتى بنفسها إنه هي عاشت لحظات صعبة جدا في نهاية دوري أبطال أفراقيا علشان يتحقق الفوز بالبطولة وإن احنا نستعيد اللقب الأفريقي الغالي ده مرة تانية وإن هي يمكن ابتعدت عن مشاهدتها أو متابعتها للكورة من وقت ما محمد عبدالوهابي حبيب توفى لكن طبعا يعني كانت عارفة قدقي أو عارفة كويس قوي أهم نية نهاية أفراقيا عشان كده كانت حريصة جدا إن هي تابع البطولة دي وكانت بالدعم الفريق لحد لحظات التتويق باللقب يمكن هي النهاردة كان ليها كده يعني وجهت رسالة شكر خلينا نقول لجماهير النادي الأهل العظيمة في كل مكان في ظل طبعا دعاها المستمر زي ما احنا بنقول لكم دايما نحمد بندعيله أي حد بتذكره بيدعيله لأن ده يعني ده شاب مات في عز شبابه وقالت إنه ده مش غريب على جماهير الأهل الوفية المخلصة لكل من ينتمي إلى نادي القرن ربنا يرحمه ربنا يرحمه طبعا محمد ويصبر قلبها أكيد ده لحظة صعبة لما بتعدي عليها كأنها عشتها لسه أو بتعيشها لسه من أول وجديد لكن اللي بيفرحها كمان ويمكن بيهون عليها طبعا زي ما قالت ولدها دول والصورة الجميلة يعني سيد عبدالحفيس بيبوس دمخها طبعا تقديرا كمان لدورها كأم وتقديرها لواحد كأم واحد من اللعيبة المميزين جدا وخلينا تكلم صورة رائعة بيد دولي تاني عايزك تشرح الصورة دي محمد في كل الحيطان لا شوف صورة محمد عبدالوهيب الله يرحمه طبعا لكن أنا أتكلم كمان العيلة هي دي العيلة عيلة النادي الأهلي النادي الأهلي بيعيش وعلى مر العصور وعلى مر الأجيال كعيلة واحدة سيد عبدالحفيس كواحد من العيلة موجود مع أم فقدت ابنها وكان ابنها واحد من ابناء النادي الأهلي وجود الكبات نصعد سامير وأيمن والشنوي كل دول يعني لو الفريق يطول كله يروح كان يروح لكن دول نواب عن الفريق فده زي ما بقول لك يا سيام هو ده النادي الأهلي هو ده قيم النادي الأهلي اللي دايما بنتكلم عليها هو ده النادي الأهلي اللي فعلا ما بينساش من أخلص إلى النادي الآن صحيح وده نوع من الوفاء والتقدير مش بس لمحمد الله يرحمه حبيبي لكل الرموز اللي بتنتامي للكيان ده بحق وحقيق صحيح صحيح يلا نروح لأخبارنا وهنبدأ أكيد بأخبارنا النهاردة مع فريق كورة القدر